رامضانيا اولا شكر الله سبحانه وتعالى اللي هو اعطانا كل امور اللي هي هنا واللي احنا كنستعملوها واللي هو سخر لنا الدنيا وسخر لنا الارض وسخر لنا الماكلة وسخر لنا حتى الناس اللي كيساعدونا واللي كنعيشوا معاهم سخر لنا وليدين اللي احنا ما كناش قادرين نديروا هاتش حاجة وما كبرونا وطلوا فينا وداروا جهدهم باش احنا نتبروا حتى احنا ونقدروا زحنا نديروا ونكونوا موقيمين بالواجب فالشكر لله سبحانه وتعالى أولا مهم ثم الشكر للناس وقد نون أن أول الناس اللي يخصنا مشكرهم هم الوالدين الوالدين دينا كما قلت لكم هم اللي تطلوا فينا في الأول كانت معنا لا قدرة لا صحة لا تشي حاجة ما كانش عننا حتى إحساس بأننا موجودين وهما كانوا هنا يا لينا والشكر للناس الآخرين اللي يساعدونا فمهم شكرا بغيت نقول لكم أنا أن الإنسان أنه يشكر الله سبحانه وتعالى أو أنه يشكر الناس شي حاجة اللي مزيانة ليه هو أولا لأن لغو كونيسانس الشكر كيخلي الإنسان حتى هو يكون سعيد أكتر وكان حتى البحوث العلمية اللي كتبين هاد القضية هادي فممكن تشدوش ورقة وتكتبو فيها ثلاثة ولا ربعة دي الأمور اللي انتم مشاكورين عليها بسف بحوط طريقة كبيرة وكان الناس اللي كيديرو هاد الشي هذا كمهار فلاشية كيكتبو في وريقة ولا في التليفون شنو هما الأمور اللي كتخليهم فرحانين باش يوم اللي كيكون فيه مشاكير ويوم اللي كيكون إنسان فيه ما شي سعيد كيمكنو يرجع لتقاعدك الأمور اللي يزوينا واللي كتخلي الإنسان يكون عنده أعمال في الله سبحانه وتعالى أما التحدي بغيتكم تفكروا في الحرية شنو هي الحرية وأولا واش كيين هار الحرية ولا ما كيناش ولا غي وهم ونطلقوا غدا إن شاء الله السلام عليكم